الجزء الأخير من ثيوتوكية الأحد تي أوي إنهيكانوس تي أوي إنهيينو شيخنو فارسية أطني شروبيه دمني سرافيم موسيقى 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 مجدك يا مريم أرفع من السماء وانتي أجرح من الأرض والسكان فيها يعني أنتي بالحقيقة الطريق الحقيقة المؤدي إلى السماء وانت لابستي الفرح والتهليل وتمنطقتي بالقوة يا ابن السهيون يا من لابستي لباس السماء حتى سطرتي ألام من لباس النعمة ورادته مرة أخرى إلى الفردوس موضع الفرح فمسكن الصديقين قبحة بخيار يا مريم العظرة موضع في وسطها الشادات الصديقة التبود غير الدانس المصفح بالزهاب من كل نحيا والغطاء الكربين قبحة بخيار يا مريم العظرة موضع في وسطها الشادات الصديقين قبحة بخيار يا مريم العظرة موضع في وسطها الشادات الصديقين قبحة بخيار يا مريم العظرة موضع في وسطها الشادات الصديقين قبحة بخيار يا مريم العظرة موضع في وسطها الشادات الصديقين صناها بمجد كقول الرب وكجامع علمви سلالة أعلمani بها كانا في القبة تابط مصفح بالزهاب من داخل وا من خانك كان في القبة غيطاء وقعروبا ذهب يضللاني عليه كان في القبة بسطر زهب وكيلو ملمين وغفا فيه كان في القبة منار من زهب وسبعة سرق تضيء عليها كان في القبة منار من زهب ونعود المختار في وسطها كان في القبة ظهرت بوخ ريستنشق رايحتها جميع قلبة إسرائيل كان في القبة عصار هذه التي ظهرت بغير عسل ورصفية كان في القبة منار من زهب وخبز التخديم موضوعا عليها كان في القبة ريستنشق رصيد الزمائح عن خطايا الشعب من قبة المريض من قبة منار من زهب وخبز التخديم مخفرة للخطايا من يقدر أن يصف كرامة القبة التي زيانها النبي كان في القبة منار من زهب وخبز التخديم مخفرة للخطايا الشعب كان في القبة منار من زهب وخبز التخديم مخفرة للخطايا الشعب كان في القبة منار من زهب وخبز التخديم مخفرة للخطايا الشعب وخبز التخديم مخفرة للخطايا الشعب زبيحة مقبولة على الصالح عن خرص جنسنا فاشتمه ابوه الصالح وقت المساء على الجلغولة فنحفى بالفردوس ورد أدام إلى الاسدين مرة أخرى من قبل مريم ابنة يواقين عرفنا زبيحة الحقيقية لغفر الخطايا ونحن أيضا نطلق أن أفوق الرحمة بشفاتك عند محب البشر